اشتركوا في القناة وحديك طيبة وكل اهل ده منهور بخير وبصحة وبسلام كل اهل مصر بص حضرتك انا كل ما نذكر الله في الاسقاء نتتاوب كثير مش عارف السبب ده بتحصل الحكاية ده على طول اقول لك السبب في سؤال تاني ده بتشكير طيب السبب ده كتير بيحصل الكلام ده وبالتجربة اهل الله قالوا فيه ثلاث اسباب السبب الاولاني ان ده قلب ذكر الله تطمئنه القلوب والنعاس على فكرة احد علامات ان الواحد في حالة امان ودليل على ذلك لما الواحد بيكون في حالة الترب بيحصل ايه لما الواحد بيكون في حالة الترب ما معرفش ينام فالانسان لما بيحس بان هو اطمئن بانه قدر يتخطى وبقدر يذكر بيحصل له هذا النعاس فده اول علامة ايه ده يعني مش دي علامة ان انا بكره الزكر او الزكر تقيل على قلبي او ان ربنا مش حبيبني ان انا اذكر لا مش علامة لده يبقى اول حاجة التساؤب بيكون ده دليل على ده العمر التاني ده دليل على ان انا ايه اللي حاصل ان انا ما زلت حتى الان نفس بتتحرك نفس الامارة بالسوء بتتحرك وانا محتاج ان انا ايه محتاج ان انا اتجاوز فكرة المتوبة دي وامشي وما اهتمش بيها بعد كده اتروح حاجة اللي بعد كده ان انا بحب اوقات كتيرة اكون ما بغير ما بحبش اغير نمط حياتي يبقى بحب ان انا نمط حياتي يبقى ثابت وما بتغيرش والذكر ده بيغير اشياء كتيرة جواه فيبقى معاني التلاتة اللي قالوها اهل الله معاني كلها بتقول ان انت محتاج ان انت تستمر وما توقفش يبقى استمري ودوت ما اقفوش اي علامة لان بعض الناس اخدوا على ان دي علامة على ان في جن هو اللي بيمنع الانسان من الزك لان انت لما بتذكر بتدايق الشيطان ومتدايق الجن فبيخليك ان انت هو موجود عندك تتساقب عشان ما تذكرش الله لان انت بتذكره بلسانك على فكرة حتى لو عملت كده بقلبك برضو هيحصل لك الكلام ده يبقى ايه المعنى استمري في الزك وما تخديش في بالك واستمري وما تقفيش عن الزكري ابدا بالعكس لما يحصل لك ده لما تعتدي على الزك هيبقى الزكري دوت هو افضل اشكال اليقظة المنورة فيه يقظة اسمها اليقظة المنورة ان انا تيقظ كده فقرى النور حولي الزكري ان شاء الله يكتب لكي هذا المعنى ان شاء الله السؤال التاني عندنا استاذة باسمة من الشرقية استاذة باسمة استاذة باسمة طيب استاذة باسمة استاذة باسمة لو هي مش معانا تسود بينا لو سمحت مرة تاني استاذة مونة من القاهرة موجودة ألو ألو استاذة مونة ايوة اتفضل يا استاذ مونة عليكم السلامة ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فاند اه لازمت كنت عايدة انا يعني انا في الساعة وهولي بالأزواجة يا ربنا ان شاء الله ده اذا ما شاء الله ده ايجي عشان يستابل معنا رمضان يبقى مبارك ان شاء الله مبارك وربنا يحفظك ان شاء الله ويجعلها ساعة سهلة يسيرة مليانة بلطف الله سبحانه وتعالى انا كنت عايزة تسأل يعني تفضلي ينفع انا لو بطرة مضان جوجي حد يطلع لفلوس بدل اليوم انه مصر ينفع ولا لأ لا ما تطلعيش فلوس انت لما تخلصي بقى تخلصي تخلصي نفاس وتخلصي بعد كده كمان رضاع لو انت عتردعي لما تخلصي بعد كده وتقدر واطب يقولولك انت عتقدار تصومي بعد ما تنتهي من ده صومي وصومي على وصومي اتنين وخميس لغاية ما تخلصي ده لكن انت ما ينفعش تطلعي فدية لان انت من اهل الصيام انت دخل في قوليه تعالى احنا عندنا قسمين فما ان كان منكم مريضا او على سفر في عدة من ايام اخر انت في ده مش في التانين اللي هو ايه وعلى الذين يطيقونه فدية لا انت في دول في الاولينين ان انت عليك الصيام تصومي ايام تانية يعني بعد ما تخلصي الحال اللي انت فيها دي اللي هو حال النفاس وتخلصي كمان لو ان انت في الرضاع مش هتقدر تسمي بخلص بعد ما تخلصي ده تعملي ايه بعد كده تقضي الايام اللي عليك واضح لكن انت ما تدفعش فدية استاذة الشريفة من سواج تتفضل ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ فضل ونعمة الحمد لله كل سنة وحدك طيب وحضرتك طيب ربنا اخليك ربنا اخليك تدعيلي يا شيخ وعندي سؤال تفضلي ايه حكم الشخص المشاحن يعني لو انا احدى رجل مني مشاحن يبدأ ايه حكم التعامل معي ولا حاجة ولا حاجة حكم التعامل معاه ابدأه بالسلام واحسن اليه لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خيروهما الذي يبدأ بالسلام حتى لو هو مشاحن حتى لو هو مخاصم انا ابدأ بالسلام واحسن اليه هو ده حكمه ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها تعمل الكلام ده وتتخر رمضان كده بالنور وبالبركة وبالفضل قلبك يتسع لا انها فحات رمضان بتنزل زي الفيض على قلبك ان شاء الله نعم يبقى ايزا استاذ شريفة حوالي زي دي الانسان بيستجيب فيها لنفسه لأمرة بالسوق فنفسه تقوله ايه ما هو غلطان وانت برضو لازم ما تسمحلوش بكده لاحسن ما هو يعتد بده وانت كده بتعاونه على المعصية لا انت بتعاونوش على المعصية ولا حاجة لان العهد الذي بيننا وبين الله ان نطيع الله في من عاصل الله فينا يبقى ايه اللي حاصل يبقى القاعدة بتقوله ايه ان نطيع الله في من عاصل الله فينا هو شاح هو قاطع لا انا ابقى واصل ليس الواصل بالمكافئ الواصل بالمكافئ اذا هو واصلني انا اصله اذا هو قطعني انا اقاطعه لا ده مش الواصل ده ولكن الواصل ومين من إذا قطعت رحمه ووصله وإن شاء الله ربنا يعينك ويجعلك من أهل الخير والتوفيق ويريح بالك ويحمل عنك أحمالك ويجعلك من الموفقات ويشرح صدرك إن شاء الله ويجعلك من أهل الإقبال على الله سبحانه وتعالى ويجعلك من أهل المدد اللي يعينك به على كل طاعة منها كزم الغيظ وكمان بدء الناس دايما بالمعروف أستاذ عبد الرحمن يتفضل السلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مريض والدكاتر قالولي ما تصومش يلا توكر على الله وإن شاء الله ربنا يكتب لك الثواب طيب ومش هقدر أعوض قالولك ما تصومش خالص الدكاتر آه مش هقدر أعوض طيب الفيديا كام وأنا معرفش حد هممكن أديها للجمعات الأهلية ممكن أديها طب كام في اليوم كان آخر رقم كان عشر جنيه بس أظن الآن أتزيد وممكن تصل إلى خمستاشر جنيه يبقى إيه اللي حاصل أتطلع عن كل يوم هذا الرقم وتنفع تديلي جمعيات تنفع تديلي جمعيات وهم عندهم كثير من الجمعيات عندهم ده عندهم فضية الصائم فيجوز أن أنت تطلع عن كل يوم هذا الرقم إن شاء الله إذن يا سادة نحن النهار ده كان عندنا مهارة مهمة جدا من مهارات الاهتمام الزواجي يا مارتي أن أنت تعرف الحاجة المهمة واللي بيحبها حبيبك وتعملها ومش بس تعملها وتمارسها معا مش بس وتمارسها معا كمان تخليها جزء من حياتك كل ما تعمل ده كل ما تمشي على ده كل ما حبيبك كل ما زوجك كل ما زوجتك تحس بإن هي بقت حياتها بتدب فيها الروح وحياتها بقت أجمل وحياتها بقت أصفى وكمان المشترك زاد بينكم وحبل الله المتين والعقدة اللي بينكم تزداد تماسك وتزداد إيه وتزداد نور وبركة بالرحمة والموادة اللي عايز يبقى ودود وعايز يبقى رحيم وعايز يبقى سكن لأهل بيته لازم يكون مهتم بالحاجات اللي بيهتموا بيها ويحب اللي بيحبوه لو قدر وإذا ما قدرش يهتم بيه ويعمله بقلب صافي وباهتمام عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل أيامه سعادة ويكون هو مفتاح السعادة ويوسع على بيته ويوسع على أهله وهم الاتنين يدخلوا في حضرة مولانا فيسكب على قلوبهم من جمال ونور تجليه على البيوت اللي هي بتتسمى استلاحا السعادة من عند الحبيب الأجل يا رب العالمين اجعل بيوتنا كلها بيوت أهل السعادة ويجعلها قبلة للسعادة والهنة والصفاء والمودة والرحمة يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة